تعيد الحكومة الجزائرية تقييم بلود شراكة مع الاتحاد الأوروبي بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتكون شراكة ضمن نظرة سيادية ومقاربة رابح رابح تقرير في الموضوع لنسرين لطرش بعد انتقادات طالت اتفاقية الجزائر والاتحاد الأوروبي حول حجم العائدات الجمهورية الحكومة تعاود تقييم بلود شراكة لتكون ضمن نظرة سيادية ومقاربة رابح رابح خطوة يرى فيها مراقبون ضماناً دربح الجزائر في الاستثمارات المقبلة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي كان طلب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إعادة نظر في الاتفاقية بندن بندن وفق نظرة سيادية أن أوروبا كانت رابحة والجزائر خاسرة للحفاظ على السيادة الوطنية والحفاظ على ربحية الجزائر تزيز التجارة الخارجية ضمن اتفاقية الجزائر والاتحاد الأوروبي مسعى لدفع عجلة الاقتصاد من جديد اليوم رئيس الجمهورية طلب بعادة نظر بصفة رابح رابح ويساعد الدولة الجزائرية والاتحاد الأوروبي في الشراكة تمنو هذه العملية لأنها سترجع بالإيجاب خلق نسيج صناعي لتوفير مناصب الشغل مساعي حكومية تحقيقها يكون بتعديل أوجه القصور في بنود الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بما يعود بالربح لكيلة الطرفين